طبعاً أي شيء في وزارة الثقافة وحيئة فنون الطحي يطلع مكان جميل شوفوا قبل ما أدخل قبل ما أدخل وريكم أنا عارف أنه يطلع شيء جميل صراحة وشيء الأجمل زين أنه فيه جوائز فيه شيء يحمس أي شخص يهتم في مجال الأكل في مجال الطحي هذا المجال يهتم فيه يزور هذا اللي صاير الآن خلونا ندخل الحين ونشوف الصاير طبعاً هذا أول منطقة منطقة النخيل والتمور سامي يطلع طلع طلع كيف الحال هلو شهر أسمع فيه نخل فيه نخل ويقولولك كم عداد النخل والتمور ايه ويثقفونك ايه اسمع خلينا نغير جو ونشوف شوفوا هنا أول منطقة من قاسم والله حياك الله حياك الله في النخيل والتمور شكراً جزيلاً لك حبيبي الله يخليك كنت بتخفي بالماسك أنا بس نفحت تكرمون عن التمر مدخرة الحين ونشوف طراحة فكرة جميلة داخل انتمتها صغير وعن النخل وعن التمر صراحة جميل جداً مرة شي جميل انك تجي وتجرب نوع التمر اللي انت تبيه شوف أنا بجرب السكري مثلاً صراحة جميل طبعاً اي شي يطلع مننا خالص يجاي بينا في المكان هذا الخوس شايفين ما شاء الله تبارك الله هنا انواع تمور ها سابي ها قللي 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 طلع لي الخاطر طراحة هنا تراتف اني الطاهي بمبلغة في الشباب هنا طرب هلا الله عليهم نجينا منطقة الجوف حلو سهلك كيف حالك شخبارك صراحة شي اللي جربته من طبيعي هذا بس بقايا اي بس بقايا اللي هي المرقة بس بقايا مرقة اللحل بقايا مرقة اللحل بيضل اوجهك وشكراً جزيلك طبعاً انت في منطقة الجوف صح منطقة الجوف منطقة الجوف وحياكم الله في أكلات جكراتك كيف تجربتك؟ هقولك معنا يعني مخلص باردي يعني لنا منطقة الجوف منطقة الجوف صراحة شكراً جزيلاً بيضل اوجهك الله يعافيك شكراً شكراً جزيلاً ايه وعندنا الما نتقلة نتقلة بالساب مقطوطة 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 هاي حميسة كلنا حلقص انشاء الله بإذن الله بيضل اوجهك شكراً جزيلاً أم عبدالله من تبوك صح ولا لا؟ أم عبدالله سؤاله شاذك اللي بتقدمين هلما؟ الخميعة الخميعة ماشاء الله تبارك الله الخميعة عالية برس ايه برس برس لبن والسمن لبن لبن وسمن وسمن ما في عسل؟ لا ما في عسل ما في عسل يعني أكلة جتوية بحت ماشاء الله بيضل اوجهك الله يعافيك شكراً جزيلاً لك طبعاً هذه المنطقة اللي حنا فيها الحين محاطة بالمطاعم هنا شافين؟ هنا المطاعم وفي النص الطاولات تأخذ من المطعم وتجلس في النص طبعاً وراء المطاعم هذه هذا وراء المطاعم هذه فيه المناطق وفي هنا المتحف في هنا اللي وراء هنا بعد فيه مطعم ثريميشلانستار فيه 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 المناطق صراحة ماشاء الله تبارك الله يعني كثيرة عشر مناطق مو منطقة واحدة ولا اثنتين لا عشر مناطق هنا في الموقع هذا اللي هو الشيف اللي بيقدم الوليمة شيف حاصل على ذات من جنوب شسمه شيف شيفت شون نسيته طبعا خليب أكمل طبع عليك طبعا هنا بيقدم الوجبة كاملة من العشاء إلى الحلب وفي هذه المنطقة كاملة مكان تشوف فيها المباراة تشوف الحجم تشوف حجم الشاشة قلها قلها وشي خلنا نروح الحين ونشوفها شوفوا شوفوا لكم الشاشة ترى مرة كبيرة مرة كبيرة شاشة مرة كبيرة طبعا تأخذ مشروبك من هنا وبعدها تجي تشوف المباراة ولا تستمتع بالميزيك خوف الكرسي بصراحة المكان جميل والله رائق طبعا المنطقة هذه صراحة فيه ناس كثير يحتاجونها منطقة هذه اللي بيتعلم محبوزات اللي بتعلم أنواع العصير والمشروبات والأشياء هذه في المنطقة هذه اللي هي منطقة التعليم شايفين منطقة هذه كلها كاملة طبعا بأخذ لكم تور كامل فيها طبعا الحين فيه كلاس فخلنا ندخل عليها مفجأة نشوف قاعة اعداد المشروبات طبعا فيه عوال عشان كذا ما قدر أصور صراحة ولا لكن شوفوا تعليم هنا شايفين فيه طاولة هانية بس نجري ما قدر أصور هنا فيه عوال صراحة ورش نظرية هنا وهنا فيه قاعة المطبخ يا سلام تفاعلين شي هنا جميل شايفين طبعا ما معجهازة كاملة ولكن أتوقع اليوم إلى بكرة تكون جاهزة كلها كاملة بس نشوف المنطقة هذه أي شي يخص البزنس أي شي يخص البزنس في المنطقة هذه اللي هي منطقة الأعمال شايفين كل منطقة لها أوفيس ولها مكتب لها زي المكتب الصغير هذي بمر على كم واحدة نحن نشوفوا نشوفوا زي مثلا على سبب المثال هنا فيه بتيل هناك فيه بيرين الوليمة من بعد من بعد هنا الإنماء يعني منطقة أعمال كاملة طبعا المنطقة هذه شي ثاني الناس اللي عندهم شغف وحب والطهي شوفوا شوفوا مكان للتحديات هنا هنا للتحديات ثلاثين ألف ريال يوميا ثلاثين ألف ريال يوميا أنا لفت عليهم عشان تأكد أنا صدق ثلاثين ألف إيه ثلاثين ألف شوفوا كتشن واحد نين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة هناك يا الله صراحة صراحة هيئة فنون الطهي بدعوه ترجمة نانسي قنقر